زي ما انتوا عارفين ان الترندات ما بتخلص واحنا بقينا عايشين في عالم وزمن الترندات والنهاردة انا جايلكو بترند هو مستفز مش الى حد كبير قوي يمكن الترند ده بقاله داخل في اسبوعين كده الناس كلها قاعدة بتتكلم عنه وهو ماما دهب مين ماما دهب وايه هي ماما دهب وبتعمل ايه ماما دهب ماما دهب ده ست لطيفة جدا عندها عربية كبدة وبتعمل يعني ساندويتشات وكده في وسط البلد والناس كلها بقت تروح تاكل من عندها ويعني ست شقيانة وبتتعب وبتجري على اكل عيشها والدنيا لطيفة جدا وحلوة جدا ويمكن العربية دي في البداية كانت مامتها هي اللي مسكاها بعد كده هي بدأت تقف على العربية دي والناس كلها بتحبها وكذا وكذا احنا عرفناها ليه وبنتكلم عنها ليه النهاردة عشان هي شخصية مستفزة جدا لكل الناس وتحديدا على السوشال ميديا ليه وعملت ايه الست دي زي ما قلتلكم بتعمل ساندويتشات وناس كتير قوي بيروحوا لها ويمكن الناس اللي بتروح لها اكتر او زباينها اكترهم من الشباب بنات وشباب فجأة لقينا على السوشال ميديا انه فيديوهات لست اسمها ماما دهب ويه بتقول للبنات اللي دخلين انتي لازم تحطي طرحة على راسك وانتي دخلة تاكلي عندي انتو متخيلين تحطي طرحة على راسك وانتي دخلة تاكلي عندي صوتك ما يعليش صوت دحكتك ما يبقاش عالي لو دخلة يعني بنات وشباب دخلين جروب مع بعض ياكلوا بتاع صحاب في الجامعة في المدرسة ايا كان لا انتو ملكوش علاقة ببعد ما ينفعش تعودوا مع بعض وانا من وجبي ان انا احافظ عليكم وان انا اخليكم متعوضوش مع بعض والمحل ده او العربية دي او المكان ده يعني ان هي عاملة ترابيزات كده والناس بتعود تاكلي وبتاع المكان ده ليه قواعد واللي مش هيلتزم بالقواعد دي ما يجيش المكان واللي عاجبه عاجبه ومش عاجبه ما يجيش هنا تاني ايه حضرتك بتقولي ايه حضرتك بتشتغلي ايه حضرتك ست محترمة بتشقي بتجري على اكل عيشك بتعملي عاملة عربية كبدة وبتعملي سندويتشات وبتجودي وبتعملي سندويتشات فراخ بتاع حاجات حاجة جميلة قوي وحاجة مشرفة جدا ولكن انت ملكيش ان انت تتحكمي في الناس اللي بتجيلك انت ملكيش ان انت تقولي انا ليه قواعد وليا رولز وهو ده اللي يتعمل واذا ما تعملش انت ما تلزمنيش وما تجيليش المكان حضرتك انا مش ملزمة جيلك المكان عشان تربيني يعني الموضوع بقى مستفز جدا هتقولولي اصل الترند طب انا اللي انا عرفه ان مثلا الناس المشاهير البلوجرز الانفلوانسرز الموزيع الفنان ايا كان دول بيحبوا الترند لان الجزء من شغلهم انهم يعملوا ترند وترند ايجابي ولكن ان انت النهاردة طالعة بتعملي ترند ومش بشغلتك يعني انت مش بتعملي ترند بجودة اكلك ولا بجمال اكلك ولا بجمال المكان بتاعك لا انت بتعملي ترند بان انت قاعدة بتصوري نفسك وانت بتعلمي الناس الادب يعني كأنهم قاعدين مع ابوهم او امهم بيقولولهم ده صح وده غلط فالصراحة يعني حاجة كده يعني اشي خيال يا ناس واللي يعيش يا ما يشوف حاجة بجد قمة الاستفزاز اللي في الدنيا يعني بتعمل بقى كمانا عايزة اقول لكم بقى اللي يدحك اكتر واللي يستفز اكتر ويدحك من كتر الاستفزاز يمكن ان هي بتخلي حد يصورها وهي قاعدة بتدي الناس النصايح بتعمل ايه؟ ما تعملش ايه تلبسي ايه وانت جاية؟ ما تلبسيش ايه انت ما تعدش مع البنت دي او انت تعد مع البنت دي طب يبقى اذا حضرتك بتعملي ترند بشكل تاني بقى انت بتعملي ترند انا حاسة ان انا دخلى المنتدى الثقافي للكبدة مش دخلى محل كبدة ولا دخلى عربية كبدة كل ساندويتشين واتبست وامشي مع صحابي مين اللي ادى حضرتك الحق ان انت تعملي كده؟ ولا احنا عملنا فيديوهين على السوشال ميديا والانا الدنيا بقت لطيفة والناس كلها بتسأل مين ماما دهب مش هكذب عليكم انا النهاردة بكلمكم عن السيت دي لان انا شفت على السوشال ميديا السيت دي بتعمل ايه؟ انما انا غير كده انا معرفاش والله العظيم ولا اسمع عنها مع ان عربيات اللي بتاعت الاكل دي بتبقى لذيذة وبتبقى يمكن الطعم بيبقى مختلف عن المحلات والكافهات واكل البيت وكده فالواحد دايما يقول لك انا هزا كون حاجة حرشة انزلك ويبقى من على العربية كبدة وكده الواحد يعني نفسه بتروح للحاجات دي بيبقى طعمها حلوة ولذيذ انما انا اروح لوحدة تعلمني الادب عشان باخد ساندويتشين كبدة ليه يا ستي عملنا لك ايه؟ ولا انت لقيت قصة ترند فاخدتي الموضوع يلا بينا مش مهم سمك لبن طمر هندي نعمل اي حاجة وبقيت العيال تروح تصورك وتقول لك ماما دهب قولولي يا ماما دهب ايه الستة دي لم اتجوزها ولا مخلفها ولا حاجة طبعا ربنا يرزقها يعني بس قولولك يا ماما دهب ليه؟ يعني ايه لي خليهم يقولك يا ماما دهب؟ وقال لي خليهم مش هاف يلبسوا ايه؟ ولو واحدة لبسة لبسة مش عاجبك تترضيها ولو واحدة دخلة مع زميلها بتاكل جعانة وما الاتنين مثلا خارجين من جامعة ولا من مدرسة تقول لها مش تتلعي برا يعني مين قال كده يا جماعة؟ مين قال كده؟ في عرف مين؟ ولا هو الترند جنن الناس؟ هو الترند بجد جنن الناس؟ حتى بتوعي الاكل بقوا عايزين يعملوا ترند مش بجودة اكلهم ولا بطعم اكلهم ولا بشكل اكلهم ولا حتى ان احنا نطلع نعمل ريفيو على الاكل لا بان انا هعلمك الادب وهعلمك العفة المهم السوشال ميديا في النهاية اتقسمت نصي في ناس قالت يا جماعة دي ست جميلة وطيبة ومحترمة وبتحافظ على مكانها وعملة رولز لمكانها ومش عايزة حد يعني مش كويس او شكله يعني مش كوك فيه او كذا يخش عندها وناس تانية قالت لك وانتي مالك وانتي جات ربيني انا لبس اللي انا عايزها في بنت وقفت قالت لها كده انا لبس اللي انا عايزها واتكلم بالطريقة اللي انا عايزها واتحج بالطريقة اللي انا عايزها واقول اللي انا عايزها انتي ملكيش حكم علي انتي لا ابويا ولا امي طب بقول لكم ايه تعالوا دروح نشوف الفيديو كده نشوف ماما دهب بتتكلم ازاي مع الناس ونرجع لكم تاني يلا بقول لك اسمات مطاعم عمالقة بداؤوها من تحت السطر زي بداية ماما كده هو انت جاي حابيني نقول لي عربية ماما الكنيات وصحة خضرتك اللي بتتكرر طعب او كمش عجبك الاداء او ترفض دي حاجة ترجع لك جدا لكن ما تضغطنيش في اعذارك مسافر مهاجر حامل نصدع مكتئب كل ده انا غصبا عني حبيبي هكتب مع خضراتكم دلوقتي الاندارات ارفقان اجمالي الوردر لكل الترابيزة انا بس عاوزة اتنين اتنين يقفوا هنا اسم النبي حرس المزين يرديك يرديك ويحسن مدينة ديتي يمتيك شرهم يا رب اللي رشلين عنيهم بكل خطويك والله العظيم يا بنت رشلين عنيهم بكل خطويك يشتر ويكرمك وما يوجع حاجة عليه يوجد قلبنا يا رب يا رب دينجا كل يامين يا بنت يا رب يا رب دينجا يا رب اعمل عشي بوا وها كتين والله يا جماعنا ما عايز ازلم حد ولا عايز اجي على حد وانا عارفة ان ماما دهب لها ناس كتير بتحبها وكده ولكن اللي انا شايفها في الفيديو ده والأداء اللي انا شايفة بتاع ماما دهب ده تمثيل طراحة يعني يعني انت قاعدة بتدعي الواحدة قاعدة بتذاكر ولا بتعمل بخليه واحدة تصورك من ظهرك ليه لو انت يعني ست عفوية وطيبة وبتعملي الموضوع يعني بصف ونية زي ما بيتقال طب انت بخليه واحدة تصورك ليه يعني ليه يا جماعة كده ليه الترند يوصل بينا لكده والكرسى اللي انا بس عايζة فاهمها لكم النهاردة الناس ما بيتضحكش عليها لان الناس العديد اللي ماشي في الشارع بيتضحك عليها ولا الجمهور بيتضحك عليه ولا اي حد بيتضحك عليه الناس بقت فاهمة إيه الصح وإيه الغلط الناس بقت فاهمة مين اللي بيستخفلهم مين اللي بيضحك عليهم مين اللي بيحبوهم مين اللي حقيقي مين اللي مزيف فما نوصلش بقى المرحلة إن إحنا رايحين يعني ناكل أكل حلوة نتعلم الأدب والعفة يعني وبعدين دي وقفة في الفيديو قاعدة بتعلمهم الأدب تقولهم أنتوا مش قاعدين في مال أنتوا قاعدين هنا عند ماما دهب في قواعد محدش يقول لي أنا عندي صداع محدش يقول لي أنا متضايق يا ستي ويقولولك ليه وتقوللهم ليه متشوفي أكل عشك وتبيعي سندويتشاتك والناس تدفع الحساب وشكرا وانتي ستة كويسة وشقيانة يعني بتشتغلي وبتعملي وبتتعابي وخلق فيه إيه أول إيه مش كل واحد بيبصوا في ورقته في الدنيا دي أول إيه كل واحد عايز يبصوا في ورقة اللي جنبه يعني الموزيع يشتغل موزيع والممثل يشتغل ممثل واللي فاتح عربية كبدة يعمل سندويتشات حلوة يعني كل واحد يعمل شغلته ليه كل واحد عايز يدور على حاجة جانبية عشان يسوق شغلته اللي هي حاجة تانية خالص أنا برضو مش فاهمة يعني هل حضرتك يا ماما ديهاب عايزة تمثلي مثلا أنا شايفة فيديوهات فيها يعني جانب كبير من التمثيل عايزة تمثلي عايزة تتشهري عايزة تبقي بلوجر عايزة تبقي موزيعة على فكرة ممكن على فكرة يعني يعني من حقك ان انت تعملي كل اللي انت عايزاه ولكن مش بالطريقة دي مش بالطريقة دي ما تجيش على شوية العائلة الصغيرين دول وتعملي عليهم مدرسة وقبل النظرة يعني قصة استفزازية مش طبيعية ولكن أنا اللي خلانا أتكلم عنها النهاردة يمكن بقى لها أسبوعين منتشرة انه الموضوع يعني زاد عن حده وكل الناس النهاردة على السوشيال ميديا قاعدة بتتكلم ما بين مع ماما دهب وما بين ضد ماما دهب والكمان بقى اللي يدحكوا أكتر ان هي مخلية ناس يعني شباب عيال شباب يعني يروحوا يصوروها يعملونها بقى فيديوهات يعني كأنها رايحة تعمل انتربيو أو كذا ماما دهب احكي لنا هم ليه بيتنمروا عليه كتقول له والله يا ابني أنا ما عملتش حاجة والله يا ابني أنا هنا لي قواعد وأنا أي بنت بتيجي هنا أنا بخاف عليها زيها زي بنتي وأنا مش عارف إيه وأنا لي هنا حاجات محدش يتعداها وإيه ده التمثيل إحنا جينا نمثل إيه ستي كولي كولي عيش كولي عيش واشتغلي وخليكي ستي جميلة ولزيزة ولطيفة كده وركزي في الكبدة كده مره عمللي كبدة بانيه مره عمللي كبدة اسكندراني مره عمللي كبدة بأنواع مختلفة جودي كده عملليك صنفين ثلاثة حلوين سدقيني هتتشهري أكتر من اني قادة تعملي فيديوهات تعلمي فيها الأدب باعش كده فيه ترند قالب الدنيا من الأسبوع اللي فات تقريبا من يوم اللي اتنين اللي فات وهو مؤدي المهرجانات أو مغني المهرجانات زي ما بيتقال عصام صاصة عصام صاصة هو مغني يمكن محبوب بشكل كبير وليه ناس وزي ما بيتقال على السوشال ميديا ليه جيش وراء بيعمل أغاني شعبي ويمكن انتوا عارفين أنه الأغاني الشعبية الناس كلها بتبقى حباها بتسمعها أكتر بتحس بنوع من الفرفشة كده وهي بتسمعها ولكن سمعنا عن خبر مؤسف ومحزن جدا وأنه هو عمل حدثة وخبط واحد طبعا عن طريق الخطأ يعني والشخص ده توفى للأسف ربنا يا رب يرحمه يصبر أهله وطبعا حصل يعني قصة كبيرة وكل المواقع قاعدت تكتب وبتاعه وبعد كده هو طبعا اتقابد عليه وخرج بكفالة أو تقريبا قاعد يوم أو يومين وبعد كده خرج بكفالة اتعمل تحليل عشان يتأكدوا أن ما فيش أي مخدر عند طبعا عصام صاصة ولكن النهاردة للأسف أن الطب الشرعي تبين أنه كان متعاطي أنواع من المخدرات يعني اللي تكتب على المواقع أكتر من نوع أنا طبعا مش عارفة إيه الأنواع اللي كتب بوكاين واللي كتب آيس واللي كتب معرفش إيه وكذا حاجة ولكن أنتوا عارفين أن السوشال ميديا دايما ما بين مؤيد ومعارض هو الرجل طبعا يعني ده قتل خطأ وأكيد مش قصد أنه هو يخبط حد ولكن هو الفكرة دلوقتي أنه هو طلع متعاطي للمخدر يعني هو كان سيء تحت تأثير المخدر كده الموضوع خد زاوية تانية خالص وراح في منطقة تانية تماما السوشال ميديا تقلبت بقى على صمصصة قبل حتى ما موضوع التحليل أو الطب الشرعي يبين موضوع التحليل ده أنه هو تحت تأثير المخدر لأنه كان في الإمارات تقريبا مبارح أو أول مبارح ويعني عامل حفلة والحفلة دي هو كان متعاقد عليها من قبل الحدثة دي وكمان عنده حفلة تانية في الكويت أعتقد فالناس كلها بقت تقول يعني أنت قتل تحد وإنت رايح تغني وإنت مش فارق معاك حاجة والراجل ميت وكذا 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 وإنت رايح تغني ومش فارق معاك الموضوع يعني دي نقطة بس خليني أوضحها أنا النهاردة موجودة مش بدافع عن عصام صاصة ولا بهاجم عصام صاصة لأنه هو مش في وضع أنه إحنا لندافع ولا نهاجم تمام؟ ولكن الموضوع طبعا قدام القضاء ولكن اللي أنا عايز أقوله بس في قصة الحفلات لأن الناس ثابت الموضوع كله ومسكت في أنه إنت قتلت الرجل ورايح تغني ووقف على المسرح وبتتنطط وبترقص وفرحان الحفلات دي يا جماعة بيكون في متعهد هو اللي بيمضي المطرب أو الفنان أو كذا يعني وبيمضيه وبيبقى قابط فلوس وفيه شروط جزائية في حالة أنه هو تخلف عن العقد اللي هو مضاه أو الفلوس اللي هو أخدها دي لازم يدفع الشرط الجزائي والشروط الجزائي دي بتبقى فلوس كتير جدا بيبقى المطرب أو المغني أو المؤذي ده مش قادر أنه هو يدفعها فهو بيبقى يعني غصبا عنه مكبر أنه هو يروح الحفلة دي فدي بس شنحسم الجدل ما بين الموضوع يعني هو مش معنى أنه راح الحفلة أنه هو فرحان ويسعيد وكذا لأنه يمكن الموضوع ده تكرر برضو أكتر من مرة وعمل مشاكل في فنانين كتير أنه يبقى فيه حد من زمايلهم متوفي النهاردة وتلاقيهم راحوا العزق أو راحوا الجنازة وبالليل في فرح حد تاني برضو من زمايلهم فيقول لك إزاي وإنتوا بمليون ويش ومش دي كانت حبيبتك ودي كانت زملتك هي القصص إنها بتبقى واجباته قصة الحفلة دي فعلا كانت يعني ماضي عليها وكان فيها شروط جزائية وحاجات كتيرة جدا طبعا إحنا يعني قصة عصام صاصة دي كنا عايزين نستضيف المحامية أو نستضيف مراته أو كذا ولكن لحد اللحظة دي الموضوع مع القضاء فيعني ننتظر لأن أنا عارفة أن الناس كلها قاعدة مستنية وعصام صاصة هيحصل فيه إيه بعد ما تبين الموضوع أنه هو واخد مخدرات هيحصل إيه طب هو حق الراجل فين وعايز أقول لكم برضو أنه يعني أكيد أهل المتوفي في حالة صعبة جدا وشفتهم يمكن في أكتر من موقع وطلعين وبيستغيسوا وإنت قتلت أخونا وكذا ويمكن واحد فعلا في الوقت ده بيبقى حالته صعبة جدا 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 فهم أكيد معزورين فالموضوع لسه دلوقتي ما فيش مجال أن حد يستضيف حد أو أن احنا نتكلم في الموضوع لحد ما القضاء يقول كلمته زوروا موقعنا الفا تي في دوت كوم تابع برامجك المفضلة وأحدث المسلسلات على قنواتنا اشترك الآن أو اتصل على الأرقام التالية الفا قنوات الأسرة العربية